الجري السريع هو نوع من الرياضة الفرية التي تعتمد تقنيتها أساسا على السرعة وتناسق الحركات والتحمل لإتمام السباق بنفس الوتيرة ويمارس في المسافات القصيرة المائة متر والمائة متر وأربعمائة متر سواء كانت المسافة منبسطة أو بالحواجز كما توجد سباقات التتابع وهو يعد سباقا للتعبير عن الانسجام وروح الفريق بالإضافة إلى تمثيل البلد أحسن تمثيل وهي رياضة من رياضات ألعاب القوى لقد ظهرت هذه الرياضة في الألعاب الأولمبية الإغريقية على شكل سباق أربعمائة متر يتنفس فيها الجنود وقد تطورت هذه الرياضة عن طريق الرومان حيث ظهرت سباقات أخرى كسباق مائة متر ومائة متر كتعريف عن رياضة الجري التعريف الضيق للسرعة هي سرعة الجري أما تعريف الصحيح الشامل فهي القدرة على الوصول إلى الهدف المقصود والمطلوب في أقصر زمن ممكن والجري السريع ضروري للرياضيين إن كثير من العبين يجدون الجري السريع لكنهم يواجهون صهوبة بالغة عن بداية الجري أو عند التوقف منه أو تغيير الاتجاه استجابة لتنفيذ الحركات التي ستطلبها رياضة القفز الطولي ويجب أن تدمج تدريبات السرعة وقوة التحمل معا حتى يكتسب اللاعب الميزتين ويتمكن من أداء المهارات المختلفة على الوجه الأكمل الصحيح طوال المباراة بسرعة مناسبة وميزة السرعة موهبة تولد مع اللاعب ولا تكتسب بالتدريب إلا بقدر محدود على عكس الحال في التحمل والقوة غير أنه يمكن تحسين السرعة نجبيا بتدريب الصحيح والمنظم جميع الحقوق محفوظة لقناة فكرة الوثائقية شكرا لكم على المشاهدة ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو إذا نال إعجابكم واستفدتم منه كما لا تنسوا مشاركة هذه المعلومات